الذين اجتمعوا فيه لمناقشة ما يجري في بلادي هناك حشد كبير بالآلاف من السوريين والأمريكيين الشرفاء ومن جنسيات أخرى يتظاهرون في الشارع 47 في الخارج مطالبين البعض في هذا المجلس برفع أيديهم عن سوريا والتوقف عن القصف والتوقف عن مساعدة المجموعات الأرهابية وهذا الأمر يجري في عدة مدن أمريكية في كاليفورنيا وغيرها سيد الرئيس ينعقد هذا الاجتماع الهام حول بلاد سوريا في توقيت حساس للغاية يشهد اختلالات خطيرة تخالف ما كان سائدا من مؤشرات إيجابية في الأسبوع الماضي وذلك بسبب تنص للولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق الذي توصلت إليه مع روسيا الاتحادية في جونيف في التاسع من شهر أيلول سبتمبر الجاري وبسبب غياب الإرادة في إجبار المجموعات المسلحة المدعومة من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي على الالتزام باتفاق جونيف المذكور مع التنويه بأن الصفة الدولي تلك التي أطلقت على هذا التحالف لا تنطبق على واقع الحال من حيث أن هذا التحالف تشكل خارج إطار الشرعية الدولية ومن دون قرار من مجلس الأمن ومن دون تنسيق وتشاور مسبقين مع الجهة المعنية ألا وهي حكومة الجمهورية العربية السورية وهذا يذكرنا بتحالفات تدميرية أخرى تطرق إليها بعض المتحدثين مشكورين لم تجلب إلا الكوارث على دول مثل العراق وليبيا واليمن أيها السادة عندما قررت الإدارة الأمريكية تدخلها العسكري الجوي الأحادي الجانب في بلادي قبل سنتين جاءنا المسؤولون الأمريكيون ونقلوا لنا التزام واشنطن بأن الطيران الأمريكي لن يستهدف الجيش السوري ولا المنشآت الحيوية بل سيستهدف حصرا إرهابي داعش هذا الكلام هذا الكلام قيل لي شخصيا من المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية باسم حكومتها ونقلته إلى حكومتي واليوم وبعد سنتين من هذا الكلام نسي المسؤولون الأمريكيون التزامات بلادهم ووعودها ووعودها فصارت الطائرات الأمريكية تقصف قواعد الجيش السوري والمنشآت الحيوية ونشرت أمريكا جنودا أمريكيين فوق الأرض السورية إن العدوان العسكري الأمريكي في شرق بلادنا والعدوان العسكري التركي في شمال بلادنا والعدوان العسكري الإسرائيلي في جنوب بلادنا يعني بشكل واضح لا لبس فيه الانتقال من مرحلة العدوان بالوكالة إلى مرحلة العدوان بالأصالة لقد رحبت بلادي بالتصريحات الروسية الأمريكية الصادرة في 9 أيلول الجاري بعد توصل الطرفين إلى الاتفاق الذي نص على مكافحة مجموعات داعش وجبهة النصرى الأرهابية بمختلف مسمياتها وهو الاتفاق الذي تم بعلم الحكومة السورية وموافقتها غير أن الصدمة الكبيرة التي وقف المجتمع الدولي ممثلا بهذا المجلس الكريم عاجزا عن التصرف أمامها ولو ببيان إدانة أو مجرد تعبير عن الاستهجان أو القلق وقف المجتمع الدولي عاجزا عن التصرف أمامها ولو ببيان إدانة أو مجرد تعبير عن الاستهجان أو القلق تمثلت في العدوان الغاشم غير المبرر الذي شنته الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية والأسترالية والدنماركية على مواقع لوحدات الجيش السوري التي تحارب تنظيم داعش الأرهابي في جبل الثردة في محيط مطار مدينة ديرزور وهي وحدات عسكرية تدافع منذ سنين عن عشرات آلاف المدنيين السوريين المحاصرين من داعش في مدينة ديرزور وقد أدى هذا العدوان العسكري السافر إلى وقوع العشرات من الضحايا من ضباط وجنود الجيش السوري بين شهيد وجريح ثلاثة وثمانين شهيدا وأكثر من مئة جرحا لقد مهد هذا العدوان الذي استمر لمدة خمسين دقيقة خمسين دقيقة من القصف الجوي والذي سبقه تحليق استطلاعي للطيران المسير درونز على مدى يومين طيران استطلاعي مسير استكشف المنطقة على مدى يومين قبل القصف مهد هذا العدوان إلى فتح الطريق أمام إرهابي داعش للدخول إلى الموقع العسكري المستهدف عمدا قبل أن يتمكن الجيش السوري من استعادته من هؤلاء الإرهابيين والأنكى من ذلك أيها السادة أن الجنود والجرحى من جيشنا تعرضوا لضربة جوية ثانية من قبل الطيران المسير أثناء إخلاء مواقعهم في جبل الثردة بعد استهدافه لقد كانت حكومة بلادي تولي قبل هذا العدوان المتعمد والسافر أهمية كبيرة لمسألة فك الارتباط بين المجموعات الإرهابية تماشياً مع مضمون بيان فيينا 2 بتاريخ 14-11-2015 من حيث العمل على تحديد من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي وتحديد من هو معارض ومن هو غير معارض ولكن يبدو أن عشرة أشهر لم تكن كافية بالنسبة للبعض لفك طلاصم هذا اللغز المحير لا سيما وأن البعض أصيبوا على ما يبدو بمرض ألزهايمر بشكل مبكر في ذات السياق كانت دمشق تتطلع إلى قيام واشنطن بتنفيذ التزاماتها المقدمة بهذا الخصوص من خلال العمل على وضع حد لسياسات وممارسات أنظمة بعض الدول المعروفة والقائمة على دعم وتمويل الإرهاب سياسياً وإعلامياً ولوجستياً ومالياً وعقائدياً كما كنا نتطلع لوقف تدفق الإرهابيين والسلاح والأموال من دول الجوار إلى سوريا عبر الحدود واستخدام هذا الإرهاب كسلاح ابتزاز سياسي سيد الرئيس لقد أخفقت الطائرات الاستطلاعية والأقمار التجسوسية الأمريكية وأجهزة استخبارات ما يسمى بالتحالف الدولي أخفقت في التمييز بين داعش وبين من يحارب داعش وهذا ليس بغريبين عليهم فهم فشلوا لسنوات طويلة في رصد آلاف العناصر الإرهابية الأجنبية التي استقدمت إلى سوريا والعراق من مختلف دول العالم وهو أمر تطرق إليه السيد الرئيس وزراء أسبانيا مشكوراً عناصر إرهابية أجنبية تسللت عبر الحدود مع تركيا وغيرها من دول الجوار كما فشلوا في رصد قوافل من العربات المسلحة وآلاف الأرهابيين التابعين لداعش خلال رحلة طويلة استمرت أكثر من 200 كيلو متر في البادية السورية إلى مدينة تدمر قادمين من قواعدهم الأرهابية في العراق وفشلوا في رصد آلاف الشاحنات التي تسرق النفط السوري وتهربه إلى تركيا كي يتم بيعه إلى إسرائيل من أجل تمويل عمليات تنظيم داعش الأرهابي وفشلوا في وقف تمويل وتسليح التنظيمات الأرهابية رغم معرفتهم بمصدري ووجهتي كل دولار يصر إلى داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الأرهابية المرتبطة بها أما النجاح الوحيد الذي حققوه فقد كان في فبركة اتهامات باطلة وحوادث مفتعلة وتقارير مسيسة وأفلام مزيفة عن معاناة السوريين بهدف شيطانة الحكومة السورية وحلفائها ومن العجيب فعلا أن ينبري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى اعتماد شهادة منسوبة إلى ما أسماه بشاهد عيان لاحظ وجود تحليق جوي فوق القافلة الإنسانية التي قصفت أمس في شمال سوريا كان كافياً شهادة هذا الشاهد العيان الذي هو مسلح من المعارضة المسلحة المعتدلة المعدلة وراثياً لاحظ هذا الشاهد العيان أن هناك تحليق جوي كان في المنطقة عندما تم قصف القافلة وكان ذلك كافياً كي يطلق السيد كيري اتهاماته ضد الحكومتين السورية والروسية السؤال هل يمكن أن يلاحظ شخص واحد في منطقة يقطنها مئات ألوف الناس هل يمكن فقط لشخص واحد أن يلاحظ وجود طيران حربي في السماء وتعمى أبصار مئات ألوف الناس الآخرين الذين يعيشون في نفس المنطقة طبعاً هذه المسألة مسألة شهود عيان مسألة أضحط مثيرة للسخرية لا سيما عندما نتذكر أن البعض ممن اتهم الحكومة السورية باستخدام الكيماوي استند أيضاً إلى شهادة شاهد عيان من المعارضة المعدلة وراثياً قال أنه شاهد طائرة هليكوبتر ترمي شيء ثم صدر دخان برتقالي شاهد واحد كان كافي لكي يتم اتهام الحكومة السورية وكأنه في تلك المنطقة لا يوجد أحد لديه طائرات هليكوبتر لا الجيش التركي ولا الجيش الأمريكي ولا الأرهابيين الذين سرقوا بعض طائرات الهليكوبتر السورية من المطارات على سبيل إنعاش ذاكرة الدول الأعضاء في المجلس سأذكر بعض ما سماه المسؤولون الأمريكيون بالأخطاء لأن هذه التسمية تهين ذكاءنا والجانب الأمريكي على ما يبدو لا يتعلم من أخطائه فقد أخطأت القوات الأمريكية عدة مرات منذ تشكيل ما يسمى بالتحالف الدولي حيث قصفت خطأا بالخطأ مدرسة ابتدائية للصم والبكم في مدينة الرقة وألقت بالخطأ فوق مدينة عين العرب مساعدات شملت أسلحة وقنابل دوية وصواريخ سقطت في أيدي مسلحي داعش بالخطأ كما قتلت بالخطأ مدنيين سوريين قرب مدينة الرقة زاعمة استهداف مصنع للأسلحة تابع لداعش ثم ارتكبت الطائرات الأمريكية والفرنسية أكبر الأخطاء عندما أدت غارة جوية مشتركة إلى مقتل أكثر من 200 مدني في بلدة منبيج قرب حلب حلب التي كان أحدهم يتباكى عليها قبل قليل طائراته قصفت حلب مدينة منبيج في حلب فقتلت 200 مدني بالخطأ السيد الرئيس لقد أتت الاتهامات الباطلة الأخيرة لحكومة بلادي وحلفائها في الحرب على الإرهاب بالمسؤولية عن استهداف قافلة مساعدات إنسانية في ريف حلب أتت ضمن سياق حرب إعلامية وسياسية قذرة لا سابقة لها من أطراف معروفة ما زالت تستغل معاناة الشعب السوري لهدف وحيد فقط هو الدعاية الإعلامية الرخيصة والابتزاز السياسي لتحقيق أجندات لا تحمل أي اعتبار لما يدفعه الشعب السوري من ثمن باهظ نتيجة إصرار ذات الأطراف على إطالة أمد الأزمة وإقصاء أي آفاق للحل لا ينسجم مع أجنداتها السياسية لقد حذرت بلادي سوريا وما زالت تحذر من محاولة بعض القوى الإقليمية العمل على نسف الاتفاق الروسي الأمريكي الأخير منذ الإعلان عنه وحتى قبل دخوله حيز التنفيذ وفي هذا الخصوص ألفت عناية مجلس الأمن إلى الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية طيلة الأسابيع الماضية والتي ارتفعت وطيرتها بشكل خطير منذ الإعلان عن التفاهم الروسي الأمريكي على محاربة تنظيم جبهة مصر الإرهابي والجماعات الإرهابية الأخرى المرتبطة به مثل لواء الشهداء اليرموك وذلك في ظل صمت مريب من جانب إدارة عمليات حفظ السلام على الرغم من أننا أرسلنا إليكم وإلى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام عشرات الرسائل حول مساعدة إسرائيل للأرهابيين من جبهة النصرة في خط الفصل في الجولان وعلاج مصابيهم في المشافي الإسرائيلية في ذات الوقت ألفت عناية مجلس الأم إلى قيام سلاح الجو والقوات البرية التركية بعمليات حربية غير شرعية فوق الأراضي السورية وداخلها بذريعة ضرب داعش دون التنسيق مع الحكومة السورية وقادة وقيادة العمليات الروسية وهو ما يشكل بمجمله جريمة عدوان على سوريا وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحيثيات عمل مجلس الأمن كما يشكل خرقاً لسيادتنا وحرمة أراضينا ويتوازى ذلك مع تصريحات المسؤولين الأتراك بعزم حكومتهم إدخال مواد يدعى بأنها مساعدات إنسانية إلى مدينة حلب دون التنسيق مع الحكومة السورية والأمم المتحدة سيد الرئيس إن بلادي مستعدة لاستئناف الحوار السوري السوري دون شروط مسبقة وفقاً للقرارات والتفاهمات والأسس التي قام عليها هذا الحوار منذ البداية من أجل الوصول إلى حل سياسي يقرر فيه السوريون وحدهم دون تدخل خارجي وأضعوا مليون خط أحمر تحت عبارة وحدهم دون تدخل خارجي يقررون مستقبلهم وخياراتهم وبقيادة سورية وبما يضمن سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها كاملة لن نسمح أبداً أن يتم تحويل بلادنا إلى ليبيا أخرى وإلى عراق آخر أبداً وفي هذا المجال نؤكد أن نجاح أي مسار سياسي في سوريا يتطلب الانخراط والتعاون والتنسيق التامين مع الحكومة السورية بوصفها الشريك الأساسي في مختلف الجوانب والملفات المتعلقة بهذا المسار إذ لا يمكن أن يكتب النجاح لأي لجنة أو اجتماع أو مؤتمر يُعقد من أجل إيجاد حل للأزمة في ظل استمرار توجه بعض الأطراف الدولية عن قصد أو عن غير قصد إلى تغييب الحكومة السورية واستبعادها أو التشكيك في تعاونها مع الأمم المتحدة أو تشويه نجاحاتها في تحقيق المصالحات الوطنية القائمة على تخلي المسلحين طوعاً عن أسلحتهم وتسوية أوضاعهم والعفو عنهم وحتى مغادرتهم إلى مناطق أخرى بما يضمن عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي يخرج منها هؤلاء المسلحون واستئناف وأصلاح الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة بجميع أشكالها ختاماً سيد الرئيس أختم بسؤال هل يمكن لمئات المجموعات المسلحة وعشرات آلاف الإرهابيين أن يستمروا في إرهابهم ضد الحكومة والشعب والجيش والبنى التحتية في بلادي لمدة خمس سنوات ونيف بدون دعم خارجي أليس هذا السؤال مشروعاً أليس المطلوب أن يعترف البعض بهذه الحقيقة بدلاً من التضليل بأن ما يجري في سوريا إنما هو حرب أهلية شكراً سيد الرئيس شكراً سيد الرئيس and the facts of who is prolonging the suffering of the Syrian people the last speaker's statement was so full of untruths that I feel no need to say anything further thank you Mr. President I thank the representative of the United States I should like to inform the council that I have received a letter from the representative of Turkey requesting to be invited to participate in the discussion on the item in the council's agenda I propose with the consent of the council and in accordance with the understanding reached in scheduling this meeting to invite the representative of Turkey to participate in the discussion in accordance with the relevant provisions of the charter and rule 37 of the council's provisional rules of procedure there being no objection it is so decided I invite the representative of Turkey to take a seat at the council table I give the representative of Turkey to give you the floor thank you Mr. President I have asked the floor in the exercise of our right to reply Turkish position in Syria with political security and humanitarian aspects have been shared yesterday with the UN membership at the highest political level I have nothing to add to that yet I wish to emphasize our dismay over the certain contents of the statement delivered by the regime representative this statement contained distorted facts basis accusation including towards Turkey we reject them in their entirety Mr. President this meeting on the other hand was instrumental in facilitating the exchange of views at political level with regard to the matters of mutual interest and importance on Syria however the utility of this meeting could have been well enhanced should the voice of the genuine representative of the people of Syria named the High Negotiation Council be heard as well we are confident that such a day will come soon we are equally confident that eventually those responsible for the destruction of Syria and the suffering of Syrian people will be held accountable for the crimes they have committed until then Turkey will stand by the democratic aspirations of the Syrian people thank you Mr. President I thank the representative of Turkey for his statement there are no more names inscribed on the list of speakers I wish to thank all council members and Mr. Demistera for their participation today I adjourn the meeting of the and Mr. Demistera